منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سوريا نعدمت الحياة السياسية فيها وتفرد حافظ الأسد ومن بعده ابنه بالحكم بكل تفاصيله وخلقا منافسين سياسيين سوريين يعتمرون بأمر رئيسي ويدورون في فلكه رغم رفعهم شعارات معارضة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 بدأت تظهر تباعا أحزاب وهيئات وتجمعات سياسية من مختلف المكونات السورية تحمل أفكارها الخاصة في مدينة العزاء الشمالية حلم عقد لقاء تشاوري لأحزاب وهيئات وتجمعات سياسية يقولون إنهم يسعون لتمثيل تطلعات الشعب المؤيد للثورة السورية نحن بدأنا الإعداد لهذا اللقاء التشاوري منذ ستة شهور وعقدنا اللقاء التشاوري الأول في الشهر التاسع من هذا العام وحاليا نعقد اللقاء التشاوري الثاني للأحزاب والقوى السياسية الموجودة في الشمال السوري المحرر وعددها ما يقارب 20 مكون هذه الأحزاب والقوى السياسية تريد أن تنظم الحياة السياسية فيما بينها حتى يظهر الوعي السياسي وتنمي الوعي السياسي في المجتمع السوري نحن في تجمع بناء سورية نلتقي مع مجموعة من الأحزاب والتجمع والحركات في اللقاء التشاوري الثاني من أجل بناء تجمع وطني سوري هذا التجمع الوطني السوري مهمته تشكيل جسم سياسي ينطلق بهذا العمل من أجل تمثيل الثورة السورية حق تمثيل مخاض الثورة السورية للحصول على دولة مدنية ديمقراطية ما زال عسيرة ويعتقد المشاركون في اللقاء التشاوري للأحزاب والقوى السياسية في المناطق المحررة أن أداء المعارضة الخارجي لم ولن يحقق أهداف الثورة السورية وأن القوى السياسية في الشمال السوري ستعمل على التنمية السياسية وتحفيز الناس على المشاركة في العمل السياسي الأفضل اللي سيكون هلأ كمان إن شاء الله هو إصدار البيانة الختامة بوجود وحضور كافة المكونات الموجودة تقريبا 15 مكون منهم 12 تجمعات وهيئات و3 أحزاب فهذا العمل هو تقريبا العمل المنشود والذي نصب إليه من زمن طويل بأن تتوحد هذه المعارضات هذه المكونات الثورية وقد أجمع الأحزاب والكتل المكونة للقاء على مجموعة على اعتماد مبادئ وثوابط الثورة السورية التي نادى بها الشعب السوري ولإيصال صوتهم للعالم بأننا شعب نؤمن بالحياة الديمقراطية حياة دولة نؤمن بفكر بناء دولة سليمة ضمن الإقليم وضمن المجتمع الدولي متعايشة مع الإقليم تعقيدات المسألة السورية تعظمت تباعا منذ أن قرر النظام التصدي للثورة السلمية بالسلاح وتراجع الحديث عن الحلول السياسية وأن كفأ السياسيون وتقدمت المدافع على السياسة وتعقد المشهد أكثر فأكثر مع ظهور تنظيمات متطرفة وتدخل دول إقليمية وقوى عالمية في القضية السورية فهل سيتمكن السوريون في المناطق المحرارة من خلق قوى سياسية تستطيع تغيير الواقع الحالي ونقل البلاد لحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإنهاء الحروب